رنج يا جماعة رنج هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة مش هول اكتر من كده معك ودينا و let's do it و let's do it من البصل و معايا طحينة و كمان معايا خل هنتكلم بس شوية كده عن الرنجة اولا الرنجة دي جماعة ليها في وقت كتيرة جدا 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 اولا انا بجيب الرنجة الدلعة مش الحدقة الرنجة الدلعة بنعرفها ان الفصل بتاعها بيكون ناعم و انا بجيبها بحطها على البوتجاز لحد ما الجلد بتاعها يبتدي يبعد عن بعضه على النار بدخنها زي ما بيقولوا طعم التدخين بيبقى احلى فيه ناس بتسلقها انا مش بحب كده الطعم بتاع دخنة النار بيدي طعم حلو جدا بنعرف ان الدلعة ازاي اولا الفصل بتاع الدلعة بيكون بيلمع كده و طري جدا و ناعم جدا 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 معايا نتكلم شوية عن فوايد الرنجة يا جماعة اولا الرنجة غنية بالأوميجا ثري و دي مهمة جدا جدا للجسم بتقلل من الدهون السلسية و دي حاجة ضر جدا بالكبد فيها فيتامين بي تولف بشكل خطير ومرعب بي تولف يعني بتاع الاعصاب للي مش عارف ايه هو البي تولف فيها كمية فيتامين دل حلوة جدا 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 انا هنا بالمناسبة هستخدم الخل للطحينة علشان ما يغمقش اللون معي يعني الخل بيفتح لون الطحينة فبيخلي الطبق بتاعي اللون بتاعه افضل طبعا فيتامين دل بيبقى حلو جدا للناس اللي بتعرضش للشمس بصفة مستمرة لانه حلو قوي قوي للعظم خلينا نبدأ في الطريقة عشان ما طولش عليكو في بولة هنا كده واسعة هنزل بالرنجة لازم طبعا تجيبوا الرنجة من مصدر انتو عارفينه علشان يدهلكو الحدقية بتاعتها كويسة لو حادة قوي هنتطر نزود في الطحينة بس انا عن نفسي ما بحبهاش حادة قوي كده علشان الاملاح نسبة الاملاح هنزل بالبصل بتاعي وبعد كده هحط الطحينة على حسب حدقية الرنجة بتاعتي يعني هحط من معلقتين لتلات معالق على حسب الطحينة طبعا الطحينة دي يا جماعة خام من السرجة اللي ما يعرفش الطحينة الخام بتجمني من السرجة الطحينة الغير الخام اللي هي بتبقى في السوبر ماركت دي انا ما بجبهاش انا بجيب الطحينة الخام شوف تقيلة وانا بشدها هقرب لكو الصورة عليها لقد مقدر بص تقيلة ازاي طحينة دي طحينة خام بتتباع في اي مكان سرجة او بتتباع في كارفور بيطحن السمسم قدامكو بيعمله قدامكو ده بيبقى حلو قوي هي غالية شوية بس طعمها جميل جدا الخليط اللي انتو شايفينه قدامكم ده طبعا هنزل عليه الاول خليني احط نص معلقة كمان علشان التحينة طبعا مفيدة جدا يعني التحينة دي فايدة تانية لوحدة هحط بقى نقطتين من الخل زي ما قلتلكم الخل بيخلي لون التحينة ما يغمقش الاكلة بتاعتي تمام؟ انا مش بستخدمه في اي حاجة تانية غير كده يعني مش بحطه عشان يديني طعم في السلطة دي هقلب بقى الخليط ده كويس جدا 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 ونشوف بعد كده هنحط اي تاني هقلب بقى لازم ادمجه وهارسهم وانا بقلب من تحت الفوق انا كده قلبت تقلبتين تقلبت الحد ما ابتدى الطحينة تتغلغل معايا هحط ربع كوباية من الزيت طبعا زي ما قلتلكم ده كيلو رينجا متفصص مدخل ومتفصص متنظف ومتفصص هقلب كويس قوي بالزيت شكلها بعد ما خلص وتقلبت كويس جدا سهلة جدا بتقعد حوالي ساعة في التدبيلة دي في التلاج كل ما هتقعد اكتر كل ما هتديكو نتيجة وطعم والله العظيم رائع رائع مش قادر اقول لكو يعني طبعا ممكن ندبل البطاريخ بنفس الشكل كده مفيش مشكلة خالص لو الفيديو عددكو ما تنسوش تعملونا سبسكرايب ولايك وشير عشان يصلكو كل جديد شكرا لحظة ستماعكم thank you